أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد من الأسر في جنوب قطاع غزة تتناول وقبة واحدة كل يومين أو ثلاثة بينما تعتمد أسر أخرى على تقاسم الطعام مع بعضها البعض أوضح مكتب الأمم المتحدة أن مئات الألاف من النازحين جنوب غزة يعانون من ضعف الوصول إلى المأوى والرعاية الصحية والغذاء والمياه والصرف الصحي مضيفا أنه في الفترة من السابع حتى الرابع عشر من يونيو الجاري قام المكتب بتقييمات الإنسانية في مواقع النزوح بدير البرح وخان يونس ومنطقة المواصي برفح الفلسطينية وجد أن الفلسطينيين يعيشون في خيام بملاجئ مؤقتة ومكتبة